الإبداع مساحة إنسانية خالصة والإبداع ربنا سبحانه وتعالى يعني منح به الإنسان أو منحه للإنسان علشان يتميز به عن باقي الكائنات طول عمر الآلات بتعمل الحاجات اللي ما فيهاش إبداع الأرقام المشعرف حتى لما دخلت مجالية الطب بقول لنا برضو بتعمل حاجات دقيقة إلى أين يأخذنا الزكاء الاصطناعي بعد ما بقى فيه روبوت بيرسم لوحاته بتتبع في مزادات يأخذنا إلى عالم جديد حقيقة لسه ما معرفوش خلينا نقول إن الفنون الرقمية حتى حتى نكلم 200 ألف دولار فيه لوحة تباعت ب65 مليون دولار اسمها واتباعت وصلت قصة للمزادات ودي لوحة رقمية فالعالم بيعاد تشكيله احنا قدام عالم جديد بمحددات جديدة لازم نستوعبها علشان ما نقدرش ناخد ما كان يطبق في الماضي إلى هذا المستقبل المختلف تماماً الزكاء الاصطناعي بيؤسس العالم جديد شئنا أم لم نشأ صحيح بيحط معايير جديدة شئنا أم لم نشأ بيحطنا قدام تحديات جديدة ما نعرفهاش فإحنا لازم نفكر فيها بطريقة جديدة الإبداع والابتكار طبعاً هو جزء كبير جداً أو الأساس فيه هو العامل البشري إنما مع تطور خارزمات الزكاء الاصطناعي والزكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو قادر يتعامل مع بيانات عملاقة حاب نكلم حجم البيانات في العالم 120 زيتا بايت الزيتا البيت الواحدة 10 قس 21 يعني تريليون مليار جيجا بايت حاجة مهولة جداً الآلة هي القادرة على تجميع زي البيانات وتحليلها وربطها عشان طلع لي منتج جديد لحظية فإحنا لو نتكلم على الفنانة أيدا فإحنا بنكلم على روبط بيقدر يشوف عن طريق كاميرات الكاميرات دي بتلقط صورة صورة للستوديو مثلاً بتاخدها تحللها وبناء على المعلومات اللي عندها بتقدر تطلع علينا منتج جديد تمام فإحنا قدام ابتكار جديد وإبداع جديد اللي هي فيها الأساس ودوت حيخليها يا بش مهندس إبداع زي بس يا حترسم شمس غير الناس حترسمها حتى تاخد بعد فكري يعني ما عندهاش فكرة توصلها في الصورة فالفكرة دي بتقامل عندنا إحنا الإنسان مصطفى طول الإنترو بيكلم عن أن اللي بيميز الإنسان عن بقي الكائنات هي الإبداع يمكن اللي بيميز الإنسان عن إنسان تاني هو الإبداع دي حقيقة بس هي في الآخر إحنا عندنا آلات النهاردة إحنا بنؤسس لعصر ما يطلق عليها سوبر إتليجنس فنومن أو عصر أو ظاهرة الزكاء الخارق إن الآلة بتقدر تاخد القرار وتقدر نتنفزه ودوت حتى بيحطنا قدام تحدي جديد حقيقة لمفهوم الملكال فكري اشتركوا في القناة